السلام عليكم عندي أكتر من فعل معناه يصل بالإنجليزي وبنستخدم منهم النهاردة الأكثر شيوعا واللي هينفعونا في المراحل الإعدادية والثانوية بشكل خاص وعموما إحنا كلنا بشكل عين أول verb عندي معناه يصل هو الverb arrive arrive ممكن يجي لوحده بدون حروف جر زي ما أقول when did you arrive يعني وصلت إمتى متى وصلت when did you arrive وممكن يجي arrive مع حرف جر in مثلا arrive in arrive in بيجي بعدها مكان كبير طيب they cairo مثل قاهرة أقدر أقول they arrived in cairo yesterday هم وصلوا للقاهرة أمس يبقى arrive in بيجي بعدها مكان كبير ممكن arrive at arrive at وبيجي بعدها مكان محدود أو صغير زي ما أقول they arrive at school early هما بيوصلوا للمدرسة مبكرا arrive at مكان أصغر أو مكان محدود ممكن يجي لي arrive on arrive on ودي بستخدمها لما يكون بعد on ممكن يجي لي يوم من أيام الأسبوع they arrived on sunday وصلوا يوم الحد أو ممكن أقول they arrived on 12th march يعني يوصلوا في الثانية عشر من شهر مارس يبقى arrive on ممكن يجي بعدها يوم أو تاريخ وفي فعلي كمان معناه يصل بيجي بعد المكان مباشرة أو المفعول مباشرة من غير حروف جر اللي هو الverb reach reach طيب أقول مثلا they reached the office at 3 a.m. يعني هم وصلوا المكتب بتاعهم الساعة 3 صباح they reached the office at 3 a.m. في فعلي كمان معناه يصل ومعايا حرف جر اللي هو get to the phrasal verb get to يصل إلى وget to ده بستخدمه لما يكون غالبا الوصول للمكان صعب they got to school late هم وصلوا المدرسة من أخر because the traffic was crowded علشان المرور كان زحمة